الوقت التي سألت قالت أننا أحياناً نقرأ بعض الأحاديث والإذكار ونقول يكتب فيها رواه البخاري هل نعتمدها؟ طبعاً صحيح البخاري وصحيح مسلم هي صح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كل ما فيها صحيح ثابت مسند ليس فيها إشكال فإذا ثبت بأن الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم وأيضاً هناك مثلاً رواية أبي داود الترمذي أنه سائب ما جاء لكن تلك الكتب فيها الأحاديث الصحيحة وفيها الأحاديث الضعيفة وعموماً الحديث الضعيف يجوز في الأذكار وفي فضائل الأعمال يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في هذه الأبواب لكن بالنسبة للبخاري ومسلم معتمد في كل شيء فإذا ثبت أن الحديث رواه البخاري نعم خذ به دون استشكال في هذه المسألة